اذا المسائل الفقهية طبعا هذه المقدمة انما ذكرتها حتى لا انسى لبيان مسألة الخمس الخمس اعزائي من اي الصنف من المسائل انا ما اعطيها بعد مرتبطة بشخص ابدا ابدا له نظام مرتبط بوضع المؤسسة الدينية كاملا بوضع الطائفة اصلا هذا الذي انتم اعلم من قبيل الان انتم اذهبوا الى الدول الغربية والدول المتقدمة هناك عن متقدمة صناعيا تجدون ان نظام الضرائب من اهم واقوى وادق الانظم عدهم لماذا لانه حياتهم المالية والاقتصادية انما تؤمن من ماذا من الضرائب ومشيء اخر ولذا اللي يهرب من قانون الضرائب له عقوبات شديدة جدا لماذا لان القضية هو قضية فردية مرتبطة بنظام المجتمع واقعا نحن الان نتعامل مع الخمس الذي هو النظام او ما يؤمن البعد المالي في مدرسة اهل البيت في عصورنا هل نتعامل هكذا معه او يتعامل معه تعامل فردي يعجبك انطي يعجبك ام شنو لا تنطي هذا اولا بتفت لي ثانيا اشلون هذه تجمع كيف تقسم تجد بيني وبين الله بلا نظام واحد ياخذ نص واحد ياخذ ثلث واحد ياخذ كله ليشم ياخذ ما حدا ميدري يا با انت اللي تتاخذ من هذا المبلغ الكبير نصفه عندك مصاريف النصف في منطقتك في بلدك في مؤسساتك والله اذا عندك مو تاخذ كل اخذ كله هو ماذا واحنا مندعمك احنا منبعث لك اما اذا انت عايش في منطقة ما عندك مصاريفه على شنو تاخذ النصف من المال والنظام المحاسب عندنا نعم الكل مؤمنون الكل متدينون الكل ثقات ولكن روحوا انظروا الى وكلاء الائمة ماذا فعلوا باموال الائمة صحيح ثقات ولكن هذا مو معنى انهم ماذا معصومون ابدا ولا والنظام المحاسبة والنظام الواردات والصادرات في في المال الذي يرد الى المؤسسات الدينية اين هذا ارجع للبحث اعزائي